الصعبة فات واللي جاي أحلى إن شاء الله بإذن الله تفقلوا بالخير تجدوه وأنا بستقبل نجمنا النهاردة كابتن أشرف ممضوح افتكرت أننا في نفس المكان ده وفي ظروف مشابهة اتقابلنا مرتين والمرتين كانوا قبل نهاية دوري الأبطال والحمد لله الأهلي وكانوا بعد غياب وبعد اشتياق شديد وكبير جدا من الأهلي وجماهيره لبطولة دوري الأبطال حقاقنا النجمة التسعة والنجمة العشرة أتمنى إن شاء الله يكون لقاءنا النهاردة فالخير وتكون بوادر وبشرة النجمة الحداشر مساء خير كابتن أشرف مساء خير يا أحمد دايما بسعيد جدا بوجودي معاك طبعا موجود على شاشة قناتنا طبعا قناة النادي الأهلي بيتك دايما ومكانك والحقيقة يمكن كنت بقول الصعب فات لأنه الحقيقة الأهلي وجه الظروف صعبة جدا فترة الأخيرة صحيح مش بس بتكلم على المطشين الأخرى لكن بتكلم على المرحلة فكرة إنك بتعاني من غيابات كتير فكرة إنك إنت حصل لك لفترة كده نزيف نقاط وقدمت عروض مش في المستوى وإنت كنت رايح جماهير الأهلي دايما وهي بتلعب المطشات اللي من النوع ده في التوئيد ده بتبقى عنيها أي جدا على نهاء دوري الأبطال لكن بتهالي إنه أمبي كان آخر المطبط الصعب والمستوى اللي ظهر بين نادي الأهلي والروح بالذات اللي ظهرت في نهاية المباراة تاخد إلى حد كبير طمينة الجماهير تتفق ولا تختلف لا هختلف معاك سنة ولكن طبعا النتيجة والروح رجالتنا في المباراة دي والعودة بعد التأخر بهدف شوية بتطم من جماهيرنا ولكن طبعا الناس ألانا وأنا أولهم ألان ولكن دايما إحنا متفقلين بشكل كبير جدا جدا برجال النادي الأهلي لأن شخصية النادي الأهلي دائما بتظهر في المواقف اللي زي دي يعني عجبتني كلمة قوي قولتها أنا حاضر الحلقة من بدايتها إنه مش مشكلة النادي الأهلي في عدد المباريات أو كم المباريات اللي بتتلعب أو الضغط الكبير جدا الموجود لأن الحمد لله عندنا سكواد حقيقي حقيقي إنت لو ما عندكش سكواد أنت كنت رايحة من بعد طبعا هي المشكلة الكبيرة في تواصل المواسم إنه دي المشكلة اللي بتواجه النادي الأهلي لأنه ده مش موجود في حتى في العالم وده حقيقي يعني لو شفنا أوروبا مثلا لازم يكون فيه فترة لازم فيه فترة راحة ما بين المسلمين امتعاب مع بشر هذا طبيعي هذا المكان يعني المكان لازم يرتاح ف هل يطبيع فهي دي المشكلة اللي بتواجه النادي الأهلي فعلا لأنه بالفعل أنا أعتقد النادي الأهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي بيحصل مع هذا كل اتفاقنا قبل كده أن الدوريات في أوروبا كل الناس بتاخد راحة لاستشفى وتبعد عن كورش عشان تقدر كمان تعمل ريفرش تقدر ترجع بزهن جاهز وفاضي شوية أنك تبتدي موسم جديد أفريقيا بنسبة 100% ما فيش دوريات كبيرة وقوية وبالتالي النادي الأهلي هو الوحيد المتواصل طول الوقت في أنك دايماً بتنافس على البطولة أربع خمس بطولات خلال الموسم دا مش بس بتنافس يا أشرف أنت مفيش وأشك أنه في نادي على مستوى العالم وأنا متأكد من المعلومة دي بنسبة مليون في الماء أفيش نادي لعب هذا الكم من البطولات الدولية ولعب مطشطها كاملة على مستوى الكوكب غير نادي الأهلي ده صحيح ده صحيح يعني حتى في كاس العالم لأن دي رغم أنك موسطتش نهائي لكن أنت لعبت زي عدد الماتشاط اللي يعبوا الفريق أو يمكن أزيت كمان من الفريق اللي توج بالبطولة ده صحيح إحنا سواء مع بايرن أو مع تشيلسي إحنا لعبين مطش زيادة عن باميخ وعن تشيلسي اللي هو الفريق اللي توج بالبطولة الشامبيونز ديج اللي فاتت واللي قبلها اللي لعبنا الماتشاط لغاية مباراة التتويج مباراة نهاية والحمد لله توجنا بيها ونتج عنده أنك لعبت كمان مطشين سوبر في النسختين فبتري كم الماتشاط اللي عباة غير باقية الأندية يمكن الأندية ما تحسش بالأزمة دي قوي زود على ده كمان عدد الدوليين عندك سواء منتخب مصر أو منتخبات تانية عدد كبير جدا فارتباطاتهم والتزاماتهم مع المتخبات بتاعتهم كل دي أعباء فوق طاقة البشر يعني تي نقطة مهمة جدا جدا لازم تتوضح شوية لجمهور النادل آيلي لأنه في بعض الناس غيب عنهم ده أنه أنت دايما عايز النادل آيلي في حسن صورة سواء على مستوى الأداء أو على مستوى النتائج فالطبيعي جدا جدا أنه بس لما تفكر لحظة كده لا النادل آيلي فعلا في ضغط كبير جدا 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 لعبة النادل آيلي ودايما بنقول أنه لعب النادل آيلي في هذه المرحلة في هذا التوقيت بهذه الإنجازات الكبيرة جدا جدا اللي بيحققها خلال المسلمين اللي فاتوا بطولتين أفريقيا والسوبر إفريقي وبطولات كبيرة جدا جدا وإنجازات كبيرة جدا في ظل الضغط وتواصل المواسم المواسم ده إنجاز كبير جدا 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 للنادل آيلي ولعب النادل آيلي وجهازهم الفني طيب المشكلة فين؟ المشكلة دايما عندنا في الاتحاد المصر كرة خدمة أنه ما فيش ترتيب ما فيش ترتيب للأوراق ما فيش دايما لوائح سبتة ما فيش لجنة مسابقات بتقول أنه تجهز لموسم جديد ولازم في راحة شوية للعبين عندك مشكلة كبيرة جدا كمان للاتحاد المصري إنه وده اللي بنقول والناس شوية بتقول إنه النادل آيلي بيدافع عن أو أبناء النادل آيلي بيدافع عن نادي آيلي وخلاص بدون مبرارات لا النادل آيلي فعلا كابتن محمود خطيب مجلس النادل آيلي لازم يقفوا في ظهر النادل آيلي لأنه النادل آيلي بلا ضهر الاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري الاتحاد المصري اللي ما طلبش حتى إنه ينظم هذه البطولة وكان عنده فرقتين لآيلي والزمالك قبل ما يخرج زمالك وأصبح النادل آيلي موجود ما كانش عنده حتى طلب لتصدافة البطولة دي دي مشكلة كبيرة جدا جدا الضعف الكبير جدا جدا لاتحاد المصري في مواجهة الاتحاد الإفريقي هل فوزي لك أقوى من كل رجال الاتحاد المصري كورد قدم وعلى رأسهم طبعا المهانسة هنا بريدة في الاتحاد الدولي هل كل هذه المشاكل وكل هذه الضغوط الموجودة على النادل آيلي تقول إنه النادل آيلي الناس كلها بتساعده وبتوقف جنبه احنا مش عايزين حد يساعدنا عايزين بس نطلب حقوقنا وعايزين النادل آيلي بس يحصل على حقوقه البطولات ومشاركة الطبيعية اللي بدون ضغوط في البطولات الكبيرة هو الأهلي الحقيقي وبصرف النظر عن الطرف المغربي ومن حق كل طرف يسعى أنه يحقق مصالحه لكن هي الفكرة إنه حتى مع فكرة إنه المباراة دولي اللي أبطال تبقى من مباراة واحدة كان مفترض إنها مرتبطة بشارطة أساسي على أن تقام المباراة في ملعب محاية وهو ما لم يعدس حط على دي كمان فكرة إنك تكرر كمان يعني يعني إحنا ما كانت شعندان مش إحنا السنة اللي فاتت كانت أغلب التوقعات بتقول إنه الأهلي والوداد في مباراة نهائية لولا المفاجأة اللي عملها كايزر شيتس وكانت المباراة معلنة في المغرب في ملعب محمد خامس ولم يكن هناك أدنى شك أدنى شك إنه الأهلي لن يعترض وإنه الأهلي كان جاهز لأنه يواجه الوداد أو كايزر شيتس في المغرب بصرف النظر عن طرف التاني فكرة في المبدأ بس فكرة مبدأ الحياد طيب أنا هارجع كلمة كرة قبل ما أتكلم على الإسبوع والكافية استغلال الأمثل من وجهة نظرك تحضر الأهم مباراة في السيزن تقريبا ويمكن يكون أنا مباراة كنت أقول أنه دي يمكن تكون أهم مباراة في تاريخ الجيل ده من اللعب يعني أي حد في سكوادر نادي الأهلي النهاردة هو مقبل على أهم مباراة في تاريخه إنجاز تاريخي صحيح على مستوى الأهلي على مستوى القرى وصعب جدا أن يتكرر يعني إلا بعد سنوات طويلة جدا ولو تكرر هيبقى الأهلي برضو إن شاء الله لكن خليني أطلع بالحاجات البوزيتيف أطلع بالإيجابيات بتاعت ماتش يعني ماتش أمبي ما كانتش ثلاثة بنت بس ماتش أمبي كان ظروف صعبة كان عودة ناس للمشهد كانوا بوعات جدا تقلقوا دول مكسب وتقدر تراهن على أسماء كتيرة جدا منهم فأنا عايزك تقول لي إحنا كسبنا إيه من ماتش أمبي نقدر بنبني عليه الإسبوع ده إن شاء الله بالتأكيد يعني أنا شايف أن علي معلول من أهم المكسب عودة الثقة والمستوى الجيد رغم أنه يعني أثناء المبرم علي مكانش ظاهر بشكل فأحسن حالاته ولكن أعتقد أن الهدفين دول وهدفين فوز كمان أعتقد أن هما هيدولوا ثقة كبيرة جدا جدا في العودة العالي من أهم وأنا دايما أنه أنت بنتكلم دايما أن الأجناحة والأطراف عندنا خاصة علي معلول من أهم طبعا مفتيح اللعب وعلي كمان هداف صحيح يعني مش أستاته بس يعني ها علي أصبح الهداف التاريخي لكل المدفعين فعلي حياء من العبين المميزين جدا جدا واللي هيفره كتير جدا إن شاء الله في المباراة دي اللعبين الخبرات يعني يعني أنا شايف أنه من أكتر المكاسب للمباراة أمبي هي دفعة معنواية كبيرة جدا جدا قبل المباراة همه وإنجاز تاريخي إن شاء الله يتحقق إن شاء الله على إيد رجالتنا في مباراة الودات شايفنا مباراة صعبة يعني خلينا نبخس لا نبخس أبدا أمبي لأنه مباراة مميزة جدا كبتحيل مطلوب من المداربين يعني خبراء في كل خدمة حياء طبعا والعودة والفوز والانتصار في آخر سبعة تمن دقيقة في الوقت بدل الضيع هي دي سمة النادي الأهلي وهو ده النادي الأهلي دائما بيقاتل لآخر نفس في المباراة آخر ثانية في المباراة فأعتقد إنها مكاسبها كتير جدا جدا على مستوى اللعبين طبعا شايف أن علي معلول من أهم المكاسب في المباراة يعني بيرستاو كمان يعني لما نزل فرق كتير جدا أحمد عبد قادر كان مميز بشكل كبير في الدقيق اللي لعبها يعني مستوى بعض اللعبين في المباراة في الشوط التاني تحديدا والعودة بالانتصار ده من المباراة قوية جدا جدا أمام خص معانيد لا شايف إنها دفع معانوية كبيرة جدا ربيعة كمان طبعا ربيعة مستوى ابتدى يعود بشكل كبير جدا وأتمنى إن شاء الله أنه يستمر في ده لأن رمي أنا شايف يعني عكس بعض الناس شايف أن رمي مستوى بعيد أو متزبزب بشكل كبير ولكن شايف إن إصاباته هي المؤسرة بشكل كبير وده يعني إن شاء الله سبات مستوى ده هيعتمد بشكل كبير إن شاء الله على قبل ما أرى معك فريق الوداد وأرقامه ومشاركاته سواقف البطولات المحلية أو في دولي الأبطال خلينا سمحنا نروح لفصل ونرجع نكمل كلامنا معك كابتن عشر أهلا وسهلا بحضرتكم مرة ثانية تعالوا نقرأ كده مع بعض فرقة الوداد المنافسة على أهلي فيه طبعا كل الفرق اللي بتلعب في دولي الأبطال عندها شخصية البطل وأنا كنت من أول ما البطولة بتدت قلت إنه الأهلي الترجي الوداد سانداونز ذول الفرقة القريبة قوي من لقب البطولة أو المنافسة يعني عندها قدرة أنها تنافس لقب البطولة يمكن طريق الوداد خدمه لكن أنا شايف أنه السندي كمان سانداونز والترجي كانوا مقدمين كورة يعني ولا أحلى بيترو أتلاتكو عمل المفاجأة مع سانداونز وفاق الصيف عمل مفاجأة مع الترجي فكانت في النهاية الأهلي والوداد شايف مشوار الوداد إزاي السندي وخلينا نبتدي قبل السندي مقارنة بين الوداد اللي قابلناه قبل النهائي وفوزنا عليه زهابا وقيابا في النجمة التسعة والوداد نسخة 2022 حقيقة المدرب وليد الكراكي مدير فني شوية بطبيع أوروبي يعني شايف أنه هو خد تجارب كلاعب في ملاعب أوروبية كثير وعنده شوية طور من نفسه بشكل كبير وده إدى مساحة أنه يفرد شوية أفكاره مع الوداد وشايف أنهما بيلعبوا كرة حديثة يعني أنا قلقين شوية من الوداد رغم كل ثقة طبعا في الندي الأهلي ولعبتنا ولكن هم عندهم كرة حجومية بشكل كبير جدا يعني أنا عايز أقول لك أنه مثلا نفس القلق ده كان يحصل لو المبارادي تتلعب في السينغيل مثلا؟ في ملعب محاية؟ لا هتفرق كتير طبعا وسط جمهورك والدفعة الكبيرة جدا 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 اللي بيتدهلك جمهورك وسط ملعبك بتدي مع الخبرات الكبيرة والتمرس في لعب النهائيات بتدي ثقة كبيرة جدا جدا ما بتتغطش على أعصابك عكس يعني عايز أقول لعكس الناد لأهلي الناد لأهلي هنا وسط جمهورك عشان كاذا سألتك لو المطش ده بره نسبة العلقة تقيل كثير بالنسبة للمطش الوداد طبعا كلامك منطقي جدا عكس الناد لأهلي الناد لأهلي وسط جمهورك وهنا لا التمرس في لعب المباراة النهائية والبطولات بيدي لك ثقة كبيرة جدا ما بتغطش على أعصابك بتغطش على أعصاب لعبتنا أعتقد الوداد حتكون ميزة في البداية ولكن مع تأخر إن شاء الله إن شاء الله تأخر يعني أحراز أهداف وبإذن الله الناد لأهلي إن شاء الله يكون يعني قادرين إن شاء الله نحرز أهداف بدري شوية أعتقد ده هيدغط على أعصابهم كتير جدا جدا الوداد الفترة الأخيرة يعني من شهر فبراير مثلا 21 مباراة سواء على مستوى المحلي أو على مستوى بطولة أفريقيا 21 مباراة أحرز يعني تقريبا 39 هدف ودي نسبة كبيرة جدا من الأهداف يعني شايف إنه هدفين في كل المباراة تقريبا ودي نسبة كبيرة جدا أحمد ده بيدي لك إحاء إنه فريق لوداد بيلعب كرة هجومية وكرة حديثة ادخل مرمار 14 هدف ودي برضو نسبة أعتقد لها مشهر هو تلت أقوى دفاع في الدوري ده صحيح ده صحيح لكن أقوى خط هجوم وعنده هدف البطول 37 هدف وأعتقد الهدف بتاحهم من بنزا ده جاي بتنشر هدف وهو هدف الفريق وهدف البطول وفي التالي بيدي لك بس يعني على سبيل الإحصائيات إنه فريق بيلعب كرة حديثة وكرة هجومية ودايق لقى شوية ولكن خطوطهم متبعدة شوية على مستوى الدفاعي ودي شوية هتدينا فرصة كبيرة جدا جدا مع ضغط الجماهير عليهم مع ناحية طبعا خططية وتكتكية اللي هنلعب بها إن شاء الله يعني مستر المسلمين يشوف الأجهز من اللعبين في إنك تقدر إن شاء الله تحرز أهداف خاصة إنه يعني الرقابة عندهم صعبة جدا جدا التمركز فيه أخطاء كتيرة جدا جدا في خط دفاع الودايد أنا تفرجت عليهم في أكتر مباراة الرقابة والتمركز عندهم أخطاء كتيرة جدا رغم أن عندهم لعبة مميزة جدا في خط الدفاع ولكن البطء الشديد والرقابة وعدم التمركز السليم ده سيدينا فرصة كبيرة جدا في إننا نخترق خط دفاعات وإن شاء الله نقدر نحرز أهداف منها مختلف عن طبعا النسخة المضاءة أو النسخة اللعبنا فيهم اللعب في الوداد وفوزنا زيابا وإيابا يعني شايف إن كرة الهجومية تقدمت كثير جدا في الوداد ودي شوية هتخلينا حرصين في ناحية الدفاعات شوية وقفل المساحات عليهم فصلا عندهم فعلا لعبين مميزين في خط الهجوم طيب أنت قلت كذا في كذا مناسبة يعني كلمة ضغط عايزة أشوف معاك إزاي نقرأ الضغوط في الناحيتين تمام يعني واحد بيتحسب لنا تحسب للأهلي لكافة الأهلي إنه اللعيبة الجيل ده من اللعيبة خض ماتشاط ومواجهات في الظروف صعبة كتير جدا ومع فرق كبير يعني أكبر فرق في الخرق فبيتهق لي فكرة الرهبة والتخوف من المناسبة الكبيرة أو من اسم المنافس الكبير ما بقتش موجودة قوي طبعا فيه احترام فيه تبكيز ده ما يقللش من شأن الفرق خالص بس بقصد أقول إنه برضو لعيب رايح يلعب لأول مرة بطولة دوري أبطال أو عرف إن فرقيته مش هتوصل غير لنهائي واحد بس دوري أبطال حيشوف المباراة دي بشكل ولعيب لعب قدام بايرن وقدام منتري وقدام الهلال وقدام الزمالك في نهائي دوري أبطال فاهم قصدي الماتشاط الكبيرة بقاش لهم درهبة منها والسؤال الثاني في حتة الضغط دي هل من الممكن إنه إنه الملعب والجمهور يعمل ضغط سلبي على فرقة الوداد بحيث إنه إحنا هيقنا لكم كل حاجة هو والمطش على ملعبكم والجمهور مالي المدرجات فبالتالي أنتوا حياء وموت البحر من أمامكم ممكن يعمل معاهم نتيجة عكسية تصبوا في مصطحة النادي الآخر أو إحنا نشتغل على حتة دي إنك إنت تتحول عنصر المفترض يبقى في صلاحهم أو بخلي كفتهم أرجح أنك تخليه أنت في كفتك طيب خلينا النقطة الأولى وهي إنه يعني لعبتنا خضت مبارات كتيرة وعكس فريق الوداد شوية حتى في الفترات الأخيرة أنت بتلعب باثنين أفريقيا الحمد لله بتحصل عليهم لعبت مبارات في كاس العالم أندية وبالتالي حققت إنجازات كتيرة في الفترة اللي فاتت هي دي فكرة التمرس أنك متمرس خلاص على أنك بتلعب مباريات كبيرة فاصلة حاسمة ودي لها إحساس مختلف تماما أحمد يعني صدقني لعب كرة القدم لما بيوصل لهذه المرحلة من الخبرات والتمرس في أنه يلعب مباريات كبيرة ومباريات فاصلة وحاسمة ونهائية في بطولات كبيرة جدا زي بطولة أفريقيا لا بتدي لها خبرات كبيرة جدا بيبقى الضغط أليل جدا جدا ضغط العصبي طبعا والنفسي أوليل جدا جدا على اللاعب عكس فريق الودادي اللي أعتقد أنه ستكون فيه مشكلة بالنسبة لهم كبيرة جدا لأنهم من 2017 أعتقد ملعبوش هذه المباراة النهائية هم حصلوا على البطولة في 2017 وبالتالي هم وصلوا تقريبا خمس مرات للمباراة النهائية ولكن أخيرها كان 2017 حصلوا عليها مرتين طبعا بالنسبة للملعب لا طبعا أنا بنتفق معك تماما وده بتفرق كتير جدا 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 إنك جمهورك وده اللي بيميز جمهور النادي الأهلي إنه عمرنا ما شفنا جمهور النادي الأهلي بيضغط على لعبتنا حتى فيه أصعب اللحظات حتى فيه وانت بتخسر يعني فيه مؤسسات تحسر وانتش رايح وده اللي بيميز جمهور النادي الأهلي عن كل جمهور الكرة في العالم مش في مصر بس يعني بالتأكيد تأخير إنه هم يحرزوا هدف أو إنه هم يفوزوا بالمباراة إن شاء الله ده ما يحصلش يعني بالتأكيد هيدغط عليهم كتير جدا جدا خاصة في ظل توفير كل حاجة زي ما انت قلت الملعب الجمهور كل الدعم الإفريقي حتى من الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغربي لا فيه توفير كامل كامل العوامل اللي تخليهم تحت ضغط كبير جدا جدا إنه هم ما يقدروش يفوزوا بهذه المباراة أعتقد إن شاء الله دي هتكون نقطة بإذن الله تعالى في إننا نضغط عليهم بشكل كبير أو يعني طريقة لعب مستر موسيمانيا وتعاملوا مع المباراة الكبيرة دي شوية بتعمل ضغط نفسي كبير جدا جدا على المنافس أتمنى إن شاء الله أنه يعني إننا نقدر نحرز هدف نك وده هيتسبب ضغط كبير جدا جدا عليهم في بداية المباراة لأنه زي ما بقولك بالفعل إنه دي المغربي في فرق بتلعب كرة حديثة جدا وكرة هجومية كبيرة جدا ولكن عندهم مشاكل دفعية كثيرة هكلمك كرة وتاكتك وتقررنا الصغرات وتقول لنا كده يعني من أين تقل الكتف بس الأول برضو لازم أحط في اعتبار معادلة مهمة جدا منها وبرضو ده شيء يخص الجيل ده مش بتكلم عن الموجهات الأهلوية المغربية على مدار التاريخ لكن بتكلم عن الجيل ده الجيل ده في آخر سنة ونص في آخر 18 شهر واجه الفرقة المغربية في أربع منسبات واجه الوداد المغربي في قبل نهاية دور الأبطال وتجاوز آه طبعا الموجهة في المغرب برضو وكان فيها عنصر يعني مختلف عن المراضي إنه كانت من غير حضور جماهية لكن قدرنا أن احنا تتجاوز الوداد زهابا وقيابا واجه نهضة بركان في سوبر أفريقيا وقدر ياخد البطول على حساب نهضة بركان ثم واجه الرجاء المغربي في سوبر أفريقيا وقدر يتخطى ده ثم واجه الرجاء تاني زهابا وقيابا في دور التمانية في النسخة دي فانت واجهت كبار المغرب فرقة دي واجهة كبار المغرب أخذ 18 شهر في أربع منسبات كان النتيجة فيها إزاي تبني على ده يعني إزاي تستغل النقطة دي معنويا في المواجهة اللي جاي بتدي سخة وما يكون لها نتيجة عكسية أنا معيك يكون لها تأثير عكسي ده هيرجع للخبرات طبعا ده هيرجع للخبرات الخبرات والتمرس اللي بقول لك عليه دايما هو اللي حيفرق مع لعبيتنا التعامل النفسي من مستر موسيميني والجهاز الفني والتعامل الإداري من كاب سيد عب حفيز وده بيفرق كتير جدا أخلي بالك لأن كاب سيد لدور مهم جدا جدا في التعامل مع اللعبين والكلام معاهم الخبرات الكبيرة جدا 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 يعني سبع تمن لعبين في الندل أهلي النهاردة نكلم على الشناوي والسليا ومعلول رومي ربيعة ياسر إبراهيم محمد شريف أصبح عنده خبرات كبيرة جدا لا فيه محمد فتحي طبعا فيه مجموعة كبيرة جدا من اللعبين أصبحوا أصحاب خبرات كبيرة جدا استقبالهم لهذه المباريات ونوعية هذه المباريات والضغوط النفسية والعصبية اللي بتبقى موجودة على اللعب أكيد بيكون إيجابي جدا جدا وعايز أقولك أن ده لو مش حقيقي واللي احنا بنقوله ده أي كلام ما كناش حققنا البطولات اللي فاتت دي ما كناش قدرنا نوصل لنا في الثامنة عشر شهر اللي كلمت عنهم ياحمد نحقق كم هذه البطولات ونتسيد أفريقيا في هذه المرحلة لا أنا شايف أنه طبعا الخبرات بتفرق كتير جدا جدا في التعامل مع هذه المباريات وإن شاء الله يكون تعامل مستر موسيماني وكبسالة بحفيز إداريا وفنيا ونفسيا أكيد إن شاء الله هيفرق معهم كتير جدا وطبعا دور اللاعبين الكبار زي ما قلت الشنوي والسولية وأسماء كتيرة جدا أصبحت عندها خبرات كبيرة جدا هتفرق كتير جدا في التعامل مع هذه المباراة ونوعية هذه المباراة بإذن الله لا جيل مباراة إستن كامباني اللي كانت تتلعب يوم الأربع هتفرق ونشكر طبعا يعني لازم نشكر نشكر بداية المسؤولين في إستن كامباني الناس الحقيقة يعني كانوا في قمة التعاون وقمة التأدير وقمة الإحساس بالمسؤولية ونشكر كمان ربطة الأندية يمكن يعني أنا كنت متحفز شوية لأنه الموضوع ما كانش محتاج يعني ما كانش محتاج تفكير زي ما بيقولوا الأهل في مهمة وطنية ويمثل الكرة المصرية مش يمثل نفسه فقط فبالتالي كانت أمر في إنجاز تاريخي يعني عايزو أولك في إنجاز تاريخي إن شاء الله حصلنا على زي المطولة بس في النهاية الناس مشكورة يعني تم تأجيل المباراة وبالتالي عندنا فرصة للراحة فرصة للاستشفى فرصة لتجهيز الناس اللي كانت يعني بعيدة وكلهم الحمد لله طب من عليهم يعني هو يمكن عبد المنعم اللي لسه فيه كلام عليه لا إن شاء الله يلحق إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يلحق بس ما حق يعني أنا بقول اللي اتقل بشكل من مصادر رأي يعني مسؤولة أو مصادر رسمية إنه السلية إن شاء الله هيكون جاهز الحمد فاتح إن شاء الله جاهز أليو ديانج ياسر إبراهيم كلهم قريبين لكن لسه الكلام على عبد المنعم بدر بنون طبعا برى الحسابات أكرم وعمار برى الحسابات ميكسوني برى الحسابات فإزاي الفترة دي من وجهة نظرك تفرق معنا يعني نستعيد العفاية ونحضر بشكل مناسب لمطش هكلمك فنيا وكمان هكلم بدنيا وفنيا وكلمك كمان نفسيا لأنه مهم جدا النقطتين حالة الاستشفى والإجهاد البدني الكبير جدا جدا على اللعبين في الفترات اللي فاتت دي وده نتيجة مش بس كم المباراة الكتير جدا لقضى النادل آهلي زي ما قلنا ولكن دايما بكرر ده إنه تواصل المواسم يا جماعة بيدي إجهاد بدني وعصبي غير طبيعي في تراكم مجهود طبعا تراكم مجهود غير طبيعي إحنا بنشوف بعض اللعبين في النادل آهلي رغم أنه أنت بتستغرب إزاي هو مش قادر يقدي باليقع البدنية والقوة البدنية المطلوبة منه إزاي وهو لعب النادل آهلي لعب منتخب مصر مفهود منه الأجهز لا تراكم الإجهاد الكبير جدا جدا للعبتنا خلال المواسم اللي فاتت لا بالتأكيد بيدي ده تأجيل المطش يفرق كتير يفرق طبعا في إنك يعني حالة تستشفى هتكون فترة أطول شوية تجهيز بعض اللعبين صفرك بدري شوية كل حاجات دي طبعا المصابين وتأهلهم حاجات كتيرة جدا يعني ده من ناحية البدنية والفنية يعني النفسية كمان مهم جدا إنك تخرج شوية من حالة التركيز الكبير جدا جدا في كل البطولات يعني أحيانا بتكون مشتت يا أحمد لأنه أنت بتلعب في الدوري بتاع في الكيس تلعب في الكيس عمق اللي بتاع في أفريقيا أنت نزل أجمعها والمطش يعني نزعب في أي دلوقت صحيح والتركيز بقى في المباراة في المباراة واحدة في بطولة أفريقيا وإحساس اللعبين بأن إنجاز تاريخي أعتقد أنه مش هيتكرر زي ما قلت وإنت أعوام كثيرة جدا جدا ده هيكون أهم إنجاز في تاريخ أي لعب شارك في البطولات مهم جدا جدا إن يكون عندك وقت ومساحة أنك بس تركز كل تركيزك في المباراة دي بس أنا ما عنديش حاجة النهاردة السبعة تمنت يام دول غير هذه المباراة وده بيديني شوية صفاء زهني شوية والإجهاد العصبي والنفسي والزهني بقى يكون عندي فراغ شوية أقدر أركز بشكل كبير جدا في هذه المباراة وأعتقد أنها كانت فترة مهمة جدا جدا لتأجيل مباراة الشرية الدخان لو سألتك سؤال افتراضي كده ما كنت أنا ترحته في بداية الإسبوع ماذا لو كانت البطولة دي هي أول بطولة لفريق مصري أو أول مباراة نهائية لفريق مصري في نهائي دوري الأبطال كانت الحالة العامة هتختلف عن أنه الأهلي يلعب هل تتكلم عن هذا الجيل؟ لا لا أتكلم عموما سأعتبر أنه لا يوجد نادي مصري ليس فاز باللقب لا يوجد نادي مصري وصل أساسا قبل كده ليس هناك دول في أفريقيا واندي كثير في أفريقيا عمرها ما حققت اللقب وعمرها ما وصلت أساسا لفريق مباراة نهائية أنا أسألك ماذا لو أن هذا الحال عندنا هنا في مصري لا يوجد نادي مصري يوصل لفريق مباراة نهائية؟ شايف حالة الاهتمام وحالة الدعم كانت ممكن تكون عاملة إزاي؟ وهو مقارنتها على كل مستوى مقارنتها بالوضع القائم ده يعني هتخيل أنه هو الطبيعي جدا أنه جمهور نادل آلي ومجلس إدارته يعني ده الطبيعي أنه يساند فريقه ولكن اتعودنا في السنين اللي فاتت أنه يعني الاتحاد المصري دايما بعيد شوية عن مساند أنا أتكلمك على علام رياضي وأتكلمك على نجون كورا خليني أخذها واحدة واحدة يعني أتكلم على مجلس إدارة نادل آلي وطبعا وجماهير يعني ما فيش كلام ما فيش خلاف أنه دايما داعم لفريقه الاتحاد المصري تعودنا في الفترات اللي فاتت أو السنين اللي فاتت أنه ما فيش دعم بشكل كبير وفي تخازل شوية في دعم النادي الآلي في بطولات أفريقيا سواء هنا في بطولة الدوري والتواصل والضغوط من خلال المباريات المتواصلة وقرب المسافات ما بينها وبين مباريات أفريقيا الإعلام المصري أعتقد أنه الفترات الأخيرة لا فيه فيه دعم بشكل أو بآخر للنادي الآلي في بطولة أفريقيا خاصة أنه أصبح النادي الوحيد في مصر وفي أفريقيا اللي يعني دايما موجود في منصات التتويج ودايما هو يعني بيشرف الكرة المصرية بشكل عام في منصات التتويج سواء على مستوى أفريقيا أو حتى على مستوى الخاري في كاس العالم الأندية وبالتالي لا أنت مجبر كإعلام رياضي أنك مش بس حب في النادي الآلي ولكن أنت مجبر لأنه نادل آلي هو الممثل الوحيد لمصر في منصات التتويج سواء في أفريقيا أو في العالم بتتكلم على يعني دعم الجماهير بشكل عام بعيدا عن جماهير النادي الآلي يعني أنا شايف أن في بعض الجماهير يعني أحيانا بتكون متعاطفة مع النادي الآلي كممثل لمصر وأحيانا في بعض الجماهير الأخرى المتعصبة يعني بتخرج شوية عن روح الرياضة بشكل عام مش روح كرة قدم في أنه بيتمنى مثلا خسارة النادي الآلي أو يعني أعتقد أنه الحال مش هيفرق كتير هو الأهم هو تركيز لعبتنا هو مجلس إدارتنا هو جمهير الناد الأهلي بتدعم فرقها أو فريق الناد الأهلي في كل البطولات وفي كل مكان وأنا شايف الحمد لله أنه فيه إقبال تاريخي من جمهير الناد الأهلي عايز أقولك أنه يعني على مواقع السوشال ميديا وفي الشارع الرياض المصري النهاردة جمهير الناد الأهلي بتتمنى كلها أنها تروح يعني لو فيه 70-80 مليون بيشجع الناد الأهلي لا كلهم عايزين يتواجدوا في المغرب عايزين عشر تلاف بس عشر تلاف من جمهورنا بخمسين ألف من أجمهور أنا قلت لك قبل كده في المباراة أعتقدوا فاق ستيف أنه لو فيه عندنا عشرين واحد بس في المدرجات حيفر كتير جدا في المباراة إحنا الألف حسنا بيهم يعني إحنا الألف اللي ابتدنا نشوفهم في المدرجات المتشاط الدوري بتحس أن فيه عشر تلاف عشرين أجمهور أتمنى بس الجمهور الناد الأهلي اللي يطلع المباراة دي أو هيسافر إن شاء الله بلد يكون جمهور كورة يعني جمهور اللي بيشجع اللي بيساند اللي بيدعم اللي بيخص فينا الجون ده بتلاقيه أم كسر المدرجات اللي بيعرف كويس قوي يدعم في رقيته وقت إزاي فدي تفرق كتير جدا لصوت واصل ده طبعا أتمنى جدا ده يعني يعني مش طعف تختار طبعا ولكن يعني على الأقل الناس تبقى عارفة يعني كله مرحب بي والأهلي حقيقة دارت الأهلي مشكورة كمان قررت تدعم الجمهور اللي هيسافر عن طريق الشركتين الوطنيتين اللي تم اختيارهم هتدعم كل مشجع بـ 3000 جنيه برضو دي أعتقد تسهل لحد كبير فكرة يعني للأسف ظروف الحالية اللي احنا عيشانها شوية الغلاء وشوية في تذاكر الطيران يعني صعبة شوية ولكن طبعا كل شكر لمجلسات نادل آلي في دعم بالمبلغ ده لكل الناس اللي عايزة تسافر المباراة يعني طيب نتكلم تسعين دي أبقى ايه السيناريو الأفضل سيناريو المؤجهة الطريع الأمثل لموجات الوداد على ملعبه ازاي تقدر تعمل المفاجأة اعتقد انه أفضل سيناريو ممكن تخيله هو الأهلي انه الأهلي يسجل هدف مبكر هيغير تماما من الحسابات وهيزوت حجم الضغوط بشكل كبير لكن قرأتك من وقع متابعتك للوداد ايه الطريع الأمثل لانك تلعب ماتش الفاينل والتشكيل الأمثل كمان لو ممكن نحطه من دلوقتي طيب هو الوداد في الفترات الأخيرة بيعتمد على تشكيله سابطة يعني من خلنا نتكلم عن الوداد اللي أول بعدين نرجع للملالي يعني الوداد من في عدد مباراة الفترات اللي فاته يمكنها بتابعوا بقالي تلات اربع شهور بتابع كل الفرق اللي وصلت للدور التمانية تشكيل سابط ما بيغيرش اللفقة دي الحدود كرة هجومية أنا شايفة حديثة جدا لأنه بيحرز أهداف كبيرة جدا وكمان عنده اختراقات من العمق ومن الأطراف يعني فريق مميز على الرغم أنه ماتش بترو أتليتكو يعني يعني كان بعيد شوية أحرجوا يعني أحرجوا على أرضه وعلى ملعبه في جمهوره هذا صحيح بترو أتليتكو السنة دي أعتقد نوع الحسان لسود لمسابقة كنت لسه حقولك أن بترو أتليتكو فريق يعني لا يستهن به فريق جيد جدا طبعا فريق كرة وعندهم سرعات كبيرة جدا أول ما بسوفه في البطولة السنة دي بفتكر سيمبا في النسخة بحسهم يعني نفس سيمبا من أرشاق يعني شايفهم بعدوا جدا رغم أنهم كانوا خريق من الفرق المخيفة جدا يعني يعني التكناوي حارس أو تكناوتي حارس الوداد حارس جيد جدا وعنده خبرات كبيرة وبيتمايز جدا جدا تحت الثلاث خشبات وده شوية في الكرات العرضية عنده مشكلة لو أنت بتذكره كمهاجم أشرف ممضوح بقى لو أنت بتذكره كمهاجم إيه النقطة الضعف اللي موجودة عنده الكرات العرضية عنده مشكلة فيها في توقيتها توقيت خروجه التصويب على الأرض في الزوايا شوية شوية عنده مشكلة فيها في رد فعلا ولكن الكرات المواجهة والتصويب المباشر ده شوية هو نجح فيه جدا جدا أمين فرحان وأشرف داري يحيى عطية الله أيوبي العام لدودي يحيى الجبران جليل الدودي أيمان الحسوني كل هذه الأسماء مع أم بنزا ووريدا الجعدي وأووك كلهم عندهم خبرات عندهم سرعات جيدة أشاهد بس مشكلة كبيرة اللي ممكن تواجه الودات هي خط دفاعهم في الضعف في البطء الشديد جدا وعدم التمركز السليم وده حيدي مساحة كبيرة جدا لبيرستاو فيه لو قدر أن يتحرك فيه أو يخترق في خطوط دفعاتهم شوية مع سرعات بيرستاو أعتقد أنه مع أحمد طبعا الثلاثي الأمثل للتعامل مع خطة فعل أحمد عبدالقادر بيرستاو أنا شايف شريف فرغم أن أنا واثق أنه سيلاعب طاهر مستر موسيميني ولكن أنا واثق أنه سيلاعب طاهر وطاهر مختلف هو مقتنع شوية أنه لازم يكون عندك حد في الحتة دي عنده القوة البدنية والسرعات ويقدر يقدر يقدر الدورين شوية الدفاعي والهجومي وبالتالي أنا واثق أنه ممكن يلاعب طاهر ولكن أنا شايف أنه ويبتدي في القلب بباسيتاو بباسيتاو لكن أنت الأفضل بالنسبة لك بيرستاو يمين وعبدالقادر الشمال وحامد شريف لا أسباب كثيرة النقطة اللي أنا بقولك عليها أنه الوداد عنده خط دفاع التماركس فيه صعب جدا فيه بط شديد جدا جدا مفيش رقابة كبيرة وبالتالي تحركات أحمد عبدالقادر مع بيرستاو وشريف هتديني اختراقات في العمك بشكل كبير جدا جدا وحتديني أنه ممكن نوصل للمرمة الوداد بصورة أسرع وزي ما قلت أحمد بن شوية إن لو قدرنا نحرز هدف مبكر هيفرق كثير جدا جدا طبعا التعامل مع ميستر الموسماني أو ميستر الموسماني مع زين المباراة من ناحية تيكتيكية أعتقد أنه هيمتص شوية أعتقد أن الموسماني عنده دافع كبير جدا يعني إنجاز ده يحسب لي أعتقد أولا في أفريقيا أعتقد أنه سيكون إنجاز كبير جدا جدا للموسماني لعبنا لا أتكلم بس أنه اختراقات لعبتنا في هذه المباراة وتركزه مش شديد جدا جدا في إحراز الأهداف من أقل الفرص هيفرق كثير جدا جدا يا أحمد خاصة مع الدفاع شوية الوداد وتأثرهم بجمايرهم في بداية المباراة أعتقد أنه يكون عندهم الدفاع هجومي كبير جدا جدا ممكن أن نستغله في بداية المباراة من الهجمات المرتدة أو يعني اختراقات أحمد عبدالقادر وسرعات بيرستا ومحمد شير السيزن ده كان فيه مرونة تكتيكية عالية جدا عن ميستر الموسماني يمكن عشان رجل قضى معنا وقت عارف إمكانيات لعبته بتفاصيلها ماتشاط بنعابها 3-4-3 ماتشاط بنعابها 4-3-3 ماتشاط بنعابها 4-2-3-1 الطريقة الأمثل لمواجهة الوداد في بدايتها ممكن يبقى فيه مرونة تكتيكية حسب سناريو الموسماني أنا فاهم يبقى فيه تغييرات وتعديلات لكن البداية الأنسب وإزاي هتشوف قرية كل من المديرين الفنين المباراة يعني هتشوف فيه مغامرة هجومية من الوداد في الأول ويتتوقع أن هما يبتدوا في حالة تحفظ الأهلي ممكن يكون فيه مبادرة هجومية ولا برضو الأول هيبقى فيه تخاوف من لكن تتهجم الوداد على ملعبه في بداية المباراة لا هيكون فيه تخاوف من المديرين الفنين الاثنين هيكون عندهم حزر شديد جدا في البداية ريكراكي بالتأكيد عامل حساب النادي الأهلي بشكل كبير وعارف خبرات مستر موسماني في التعامل مع المباراة دي وطبعا خبرات لعيب النادي الأهلي وبالتالي أعتقد أنه هيكون عنده حزر شديد جدا في البداية رغم الاندفاع الهجومي اللي بقولك عليه نتيجة أنت ممكن تبقى بتسمع في المحاضرة كلام ونواحي خططية وتكتكية عايز تلتزم بها بشكل كبير ولكن لما بتنزل ملعب لو ما عندكش الخبرات الكبيرة لا الاندفاع الهجومي ده هيكون نتيجة أعتقد يعني صورة الجماهير في المدرجات وأعتقد أن الجماهير المغربية من الجماهير يعني القوية المؤثرة في فرقها بشكل كبير مستر موسماني أعتقد أنه هي لعب 4-3-3 وزي ما قلت لك أنه يعني إن شاء الله يكون ياسر إبراهيم رجع بشكل كبير محمد عبان المتمنى إن شاء الله عودته ولو ما كانش هيكون رومي زي ما قلنا أنه يبدأ يرجع بشكل كبير محمد هني وعلي معلول في خط الوسط يعني لا خلاف على ديانج والسلاي وحمدي فتحي الخط الهجومي أتمنى يعني نلعب بحمد شريف وبرستاو وأحمد عبل الآن الرغم أنه شايف أنه هيلعب بطهر ولكن يعني طهر ابتدى يعود بشكل أو بآخر الفترة اللي فيه إن شاء الله اللحظة اللي حسيت فيها أن المباراة بتروح وأن اللعبة بازلوا مجهود فوق طاقة البشر وأنه النتيجة خلاص بتنتهي وفي انتظار صفارة الحكم فإذا بروح الفنلة الحمرة تظهر في الدقائق الأخيرة من مباراة امبي ويفوز النادي الأهلي بفضل هدفين من علي معلول الروح دي هي العام الرقم واحد بإذن الله في قدرتنا على حسب المواجهة الصعبة بالتأكيد مع فريق من أكثر الفرق المميزة على مستوى قارات أفريقيا ولكننا بإذن الله قادرين على العودة من المغرب لقب دوري الأسطال بإذن الله ويكون اللقائي اللي جاي بكابتن أشرف إن شاء الله لقاء احتفال أتمنى ده إن شاء الله أتمنى ده يعني بس عايز أروح يعني أفصل دي عن المباراة ولكن عايز أوجه شكر بس لصلاح لأنه أنا دائماً حياة أحمد باب أسعيد جداً أنا بتكلم عن صلاحه مهتم بنجاح صلاحه ونجاحات صلاح في هذه المرحلة لأن صلاح الحياة هدم كل أنواع الفشل والعنصرية والكلام عن العنصرية والحروب ضد اللاعب المصري أو المسلم في أي مكان لا الحياة صلاح يستحق الاحترام يستحق إننا نحتفل بيك كل ثانية صحيح كل التقديم بحمد صلاح ونموذج مشرف طبعاً يتكرر كثير في ملاعب أوروبا شكرك شكرك جداً يا أحمد وكل توفيل رجالتنا إن شاء الله في المباراة التاريخية بإذن الله أمام الوداء وكل شكراً جمالي لأهلي تابعة حلقة النهاردة من السادسة بكرة في نفس المعاد متابعين معاكم بوسم الحسب كل التحية لحضراتكم وعلى كل خير نتقابل دايماً في السادسة